أنا قبل ما أتكلم عن ذكرياتي أتكلم عن كابت محسن أساساً لما كنا منلعب مع بعض والحقيقة محسن صالح جاء قبلية في النادي الأهلي في سنتين وكان جاء من الكويت تقريباً وأساساً كان بلعب الفترة دي في بورسعيد وبعد كده راح لعب في الكويت وبعد كده طبعاً حقيقة معبد البقال جاءوا عن طريق طبعاً وقتها كان سنتفرية المحسن كان مورتيجي وكان صالح كما سؤال عن كورة كان صالح سليم فأنا جيت لقيته موجود في مصر ومن حسن حظي يعني لما أنا جيت من السودان نزلنا في نفس الفندق مع بعض فندق اسم فندق جلوريا في عماد الدين هو كان برضو عشان الفندق ده أصحابه بورسعيدية في محسن كان عاتيناك في الفندق فتقابلنا في الفندق قبل ما ألعب في النادي الأهلي يعني أنا لتقيت بمحسن صالحاً قبل ما ألعب في النادي الأهلي وبعدية طبعاً بحكمين هنا كنا مغتربين الاتنين هو مغترب طبعاً من بورسعيد وانا مغترب من السودان كنا عادين يعني في شوق مفروش بعد الفندق عادنا في شوق مفروش هو عاد في الشقة وان عاد في الشقة فكنا منلتقي مع بعض طبعاً في التمرين وكده وسبقني لقبلية تقريباً موسم تقريباً موجود في النادي الأهلي وقت كده الحرب قامت فطبعاً الحاجة يعني علاقت بيه يعني جباً بقولك ارتبطت ارتبطت بيه من قبل ما لعب لسه متأيت لشان هو كان بلعب وكان أساسي قليلاً انفعال وكفرة قدمة اللي ما بينفعلش فيها دي يعني بيعتبروه بارد لا بس هو في وقت الجاد دي حتلاقي بقى ايه بينفجر يعني ما بيتركش الأمور تسيري دي يعني بنفس الوتيرة اللي هو بيتعامل بيها هادي جداً في طريقة سرد للمشكلة طبيعة استدراجه عشان نفهم الموضوع في التدريب برضو صبور جداً قتر شغل في التدريب بيعلم اللاعب بيعلم اللاعب الحتة بتاع المنتخب ايه واجباته ودوره مفروض يكون اللاعب ده قول رادي عارفها يعني بس فقط يجي يمارسها ويطبقها في الملعب لكن هو بعلمه ازاي ارفع وازاي اعملوا الحاجات دي لانه يعني مدرب اعتبر مدرب كوتشو ترينر في نفس الوقت تعظم المدرب والكوتش فرق بينهم بسيط بس لو اندمجت الحاجتين دي مع بعض دي مهم جداً عنده لانه كان حقيقة دي حتة انا لحستها في من خلال برضو انه هو اه تعملت معاه في التدريب ت hectباعته يعني في اكتر من مرة وبعدين اه هو طبعاً يعني برضو عنده الخبرات اللي هي من خلال انه تقريباً تربية بدنية على حسب ما أنا أعرف كويس قوي وكان عنده الـ background بتاعه كويس جداً فحسن كده أنا بقولك الهدوء وعدم الانفعال بس في الوقت الجاد حتلاقيه بقى very tough وشديد القرارات يعني دي حاجة برضو مهمة جداً في التدريب هتقول إيه لجار نشاط لحبيب حبيبنا كلنا يعني إنسان بمعنى الكلمة إنسان اجتماعي ما فيش يعني خبر يسمعوا إنه فلان مريض إلا وتلاقيه أول واحد يزور فلان في مشكلة أول واحد يروح عشان يساعد وبالتالي ده مكسب لنا كبير جداً في الأكاديمية مدير الأكاديمية وإن كنت أرى إنه هو منصبه يعني أكتر من كده بكتير بالقياس إلى خبراته المتنوعة في الاتحاد الأفريقي وكلعب كرة بقدم حقيقة مكسب كبير في النادي الأهلي ووجه يعني من الوجوه المشرفة اللي احنا بنتشرف فيها في النادي الأهلي